انت يوم قلت لك راح اقابلك قلت اكيد راح تسنيه السؤال او راح نتطرق حق الموضوع ما في تعريف واضح حتى ان انا اقول لك كل الكتر هو اللي يجمع الساعات انزين هل لازم يكون عنده من توب ثري برانز اللي قلناه هم فاشرون و روليك سوكاتيك لا مو شرط انزين انا اقول لك لازم انت مرة سألته شو منه الكتر انا اقول لك لازم يكون عنده باشون عنده شغف انه يشتري الساعة ويعرف في ناس يشتري بما دول لا يعرف هل اقدر اقول كالكتر ايه اقدر اقول كالكتر معنى تعريف كالكتر ايه جمع مساك الله بالخير مساك الله بالنور شي لاخبار الحمد الله مزمان متاخل مرة تشافك مزمان والله والله مزمان بس المتأكد اول مرة متشفتك 2018 اعتقد صح انت مع محمد قاعدنا كنا قريب واعتقد لا مو مروج مروج كنا كان صوب الفنطاس صوب العقيلة اكسوب هذا يمكن اول تجمع لا مو تجمع كان هناك اكيد كان تجمع ايه كما في واحد زيد على اذكره سوا سحر والله احنا عندي الجنجفة بلا بلا كان اول يمكن اول تجمع 2018 ايه 2018 كان نشته فتوقع شهر عشرة بعدين قعدنا وياك اتذكر على بزنس صح على الزمان او سولف انا ارجع على لبرون بس بدي سولف انت بدايتك لان انا تعرفنا عليك ان انت تحب ساعات صح وين كانت بدايتك؟ كيف حلم الساعات؟ يعني انا اقدم ذاكرة وممري بالساعات اذكر كانت اعتقد الكاسيو الحاسبة هذه اللي انا اذكرها بس الاكيد اول ساعة اخذيتها تعتبر غالية كانت رمو دول اذكر اذكرت سالم مبارك السالمية القديمة كان الوكيل هناك وحنا على الوالدي ابي الساعة يعيبها وياي انا قلت يعني عليها خريطة العالم ما عارف يعني ما عدي اش اصلا انت لو حزتها ما عادري شنو البراند اصلا ابيها ابيها وكانت اعتقد سعرها ميتين وستين دينار هالحدشي انا كنت متوسط ما باقول اي سنة بس يعني وايت قديم الموضوع بس سبحان الله الحين اما اطالعها اقول يعني انا شليب هالكمبليكيشن اللي فيها فيها كمبليكيشن والتايم يعني مم خلاط ولا اوتوماتيك لا لا اوتوماتيك فلها مكانة خاصة عندك هذي يعني اقدم ذاكرة او ممريح نعم دول وقتها ترى براند براند يعني بس طبعا بس وقتها غير واعتقد كان وكيل ممكن الباتل اعتقد ما صال اعتقد الباتل ولا اي هو الباتل اللي حين به بمهاني صار يمكن اي بس كان غير اي كان باكت اي بس ما شاء الله محافظ عليها عندك ياها حمد اي بداية تسعينات نصف تسعينات اي الاكيد ان قبل غزو اي اي اوكي من الشغلات اللي احنا اربطك فيها و اتذكر كان نقاش ما اتذكر حين 6 سنين صار مره قروب واحد صار مره نقاش على اصدارات بانراي اي اتذكر فنيلة على بانراي موجودة اللي احنا لبسها اي 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 شنو علاقتك مع بانراي الكويت اتذكر كنت اول واحد تسوي انت ما شاء الله تصمم تسوي تحب تسوي هشغلات اي 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 اتذكر سويت شي على تصميم بانراي صح اي اي اتقد كانت اللومينار سويت له تصميم مع الرقام العربية والاي حين موجود ان البوست موجود حاطة حاولت تواصل اياهم بس اعتدني تواصل مع براند تقول للتصميم حزيت كانت لرقام العربية ما كانت درجة يعني مو درجة بالكثرة هذي مع هذا لحين بانراي ما سووا ادشن فيها اقام العربية مع انها لها شعبية وايد بالشرق الوسط بس ما سوها بس موجود التصميم وشكله حلو كان لها قبول يعني بس بانراي كانت من اول براندات اللي خلتني احب الساعات وايد وحزتها البانراي ما احب بلها سبحان الله صارت موجة الكل اللي حب البانراي بعدين دشت البرونزو على الخط والكل يبي البرونزو ومع افتتاح البوتيك اللي صار صدفة اللي كان بالحمرة فكان كل شي مترتب مع بعض تذكر السنة؟ 2013 ابو بانراي من البراندات حتى هنسؤله ونروح مع اعراضك شديد بالاسف وايد قل اهتمام الناس فيه يعني اذكر كان لها لها ناس يحبونها والاكاونتات متخصصة على بانراي وفانارستي وما زالوا موجودين بس بس يمكن شعبيتها ما قلت بس شعبية البراندات الثانية زادت ما تحزى على اول ربع بانراي؟ يعني انت مثلا شخصيا لا تحب بانراي؟ شوف احبها بس انا صار لي موقف معاه وايد يعرفون الناس ماادر اذا انت سامع فيه صار لي موقف اياهم بالكويت صارت ردة تفعل شوي قمت اوكي ما زلت كنت احب البانراي بوقتها بس ماكي تاخذ بالكويت شونو صار بدك تقول ايه اقول ما عندي مشكلة قابل افتاح البوتيك تقريبا بسبوع تدري في رفرنس ما تنعرض بالدسبلي تشوفها بالصور بس ما تشوفها بالطبيعي لذا انت تبتاخذها فكنت مار الحمرة صدفة والرفرنس موجود يعني عرقاتهم التوأم مع ال 507 اعتقد كان 508 سيرمك فقلت حق البياعي قلت له ممكن اشوفها ما عندي كان لينية ااخذها يعني يوم شفتها بينما نفس قلت ما رح تلقاها مرة ثانية توكل قلت له خلاص يعني شوف يمكن ااخذها كلمت البياعين حزيتها اللي اعرفهم وكذي قلت له ما بيها كان يقول لي لا ابراحمن هذي ترى بروتو تايب بروتو تايب يعني مو للبيع الساعي للعرض فقط يعني انها بهدف تكون موجودة تسبليح حق الافتتاح فقط ماذا انت انشاء وبتنعت بالكلام بوقت الافتتاح كلمت البراند منجر وكلمت البراند منجر اللي كان قاضب البراند منجر وقال لي ابراحمن ان شاء الله إذا تبيها رعيب لكي اعتقد قبلها وبعد الافتتاح رح تشوفت الساعة فقضبت الساعة بيهد وقال طالح يوم قلبتها كان واحد من الشواب تودها شاء الله يكلم خير انا ما كنت منتبه الاماني كنت يعني خلاص واتق انه بروتو تايب شا اقول لعبد الرحمن ترى فيها سير النمبر فيها سير النمبر معناتها مو بروتو تايب بروتو تايب بيعاد تكون اصفار يعاد تكون اكسات هنا انا عرفت شو اللي قاعد يصير فش سويت قلبتها وصورتها صورت الكيس باك نسمع الصوت منه بوتيك مينيجر يعني ركض خلاص عرف انه خلاص ما في مجال يكمل بالفلم اللي نسوي تقول لعبد الرحمن نحن ترى نسوين عرض حق بيد الام اللي بتاخد من البوتيك الثاني سوي لك رصوم ونقدر في شغلات ما بيه اقوله حسنا لا مشكل كل مراه وقت توقعي فقال لا لا خلاص قال انت تبي الساعة قلت اي ابيها اوكي كان ساعد السينما تم نساعد السكليتر الأول الثاني شايد قال لي قال عبد الرحمن تقول ليك موجود بالحمرة ولا فليت قلت لا موجود قلت لها ساعة وصلت قلت لها شون يعني شون يعني شون يعني شون يعني شون وصلت قلت قول لي مو وجودة ريحت ولا بديسبلي مو موجودة وحاطها بكرتون خلاص يعني هو بيكمل فانا طقت برايك و يعني انت تشوف انت هم ذكرتنا بشغلة قبل اللي كان عندهم مدينات مثل الله ما تحصلهم صارت معي انا الموضوع وصل ليه سيو شون عرفت انه وصل هك سؤالي انه دزيت ليميل مباشر ما قدرت يعني بنفس اليوم كان يوم خميس في يوم دزيت ليميل بعدها بيوم يندق علي الاريا منيجر من الدبي قال عبد الرحمن الموضوع كيت كيت شونو صار حتى المانيجر هني هم طلع قال عبد الرحمن ساعة باش لتوصل لك اللي يمعا ليل بيت قلت له ليس عن الموضوع عن الموضوع عن الموضوع فقلت له حتى ساعة بنارا اللي عندي طاب خاطره منهم شجيان اسألتك انا حسن صجي خسره واي يعني المسكلة البراكتس مو ما للشركة الام ممكن البراكتس يكون من البيع نفسه يضيع سمعة الشركة وانتكلم عن سوق صغير الكويت الكويت وتكلم عن بناراي الزباين مترددين نفسهم فانت لما تغلط غلطة مع الشخص شخص يعرف شخص شخص يعرف شخص خلاص وسمحان الله صدفة نحن ان شاء الله وقت ارض الحلقة اللي خذيت ساعته او شفتها حين صديقي صديق ويعني وحين لما يقول صرفه يعرف نفسه سمحان الله يقول لي عبد الرحمن تدري لو ما اخذها كان سويتهم لوية لانه كان حاجزها حقه فالبوتيك بس كان حاجزها حق الشخص حاجزها بس قايلة في ويدورنا بروتتايب لو قايلة حاجزها بالعكس احترمة لانه انا ممكن نحط نفس الوضع وكون انا حاجز ساعة بس يخشونها لي لانه محجزها باسمي بس كان قصة مال هداعي كل اشي حتى عندك سرامك منه اتذكر انت منه عندي 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 تتنيرو تتنيرو عندي والثانية اختها هم الجلد الموجودة انت جانتو تجوزهم استمر مالتلغوص هذي بس الفرسة نامك بنا راي تغيروه تغيرو حتى يعني اعتقد اللاينات يعني صاروا عندهم جراء اكثر بالالوان بس ايه ضيعوا طريجهم اما كانوا وايد محدودين ايه يمكن هاي كانت ميزة اين في ناس وايد يقول لك بانراي كلهم يشبوهم بعض الناس يقول لك عيب انا يشوفهم مرات تكون ميزة اين روليكس ترى روليكس في لاينات ترى كلها نفس الشي بس ما حدي يقول شذي عن بانراي يقولون بس روليكس ما يقولون يمكن بالمدى البعيد احسن يعني بالمدى البعيد انا 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 ككاستمر بالعكس يعني في دي انا في روحك مندي ساعة من الفين وخمسة عشر لاليوم البس هاي ديدة ما حسناه والله تغيرات بس هنلا صار انه والله في الوان وفي سان راي وفي مادر شنو في حمر وخضر وفي يومي داي فتحسنا ها هذي ماتل قبل سنتين قبل لوغو بدون لوغو سبسكند ما في سبسكند باور رزيل مدون باور رزيل ايه بالضب والباور رزيل كان يمشون فيهم سنين يعني كان فيه الاسبسيفيك اللي نزلونه مثل البرونزا كانت سبشل وهو من البرونزا وايت غل مع النصج كان يعني مو حتى انترى مرة بقروبنا بالواتساب كان قاعد يسالفون منه بانرايا وشي شديد انا قلته واحد قال انه ماكوا واحد يحب ساعاته وبلش حب ساعاته قبل اخي نقول حمص الله بيصير عشر سنين تغريبا الفين وربح تاعش خمس تاعش ستاعش الى بانرايا كانت توقيا كانت تصج حلم كل واحد او يعني كان لازم يكون عندي بانرايا واحدة طبعا نعم الحين لا ويتوجهه عام بس قاعد يكون زيد عندهم ساعات حلوة صراحة حاليا عندهم ساعات حلوة عندهم ساعات حلوة شكار ومتكة يدعم فيها ويتشغلت في الواقع المتيريال الجديدة لكي اشتخدمونها فيه يعني وشنو بعد من خنقل مشوارك في الساعات طبعا واعتقد فيه مثل مثل حياة الكولكتر موجودة دورها بجوجل يقول كي يبلش براندات الميم هذا ليساعد ايه يوصل اعتقل تبيك حق الادبندنت بعدين يوصل حق الـ الفنتيج الفنتيج هذا اعتقد المرحلة الاخيرة يعني انا وصلت مرحلة الفنتيج ماادل وصلتها مبتشر او ان السوشال ميدا ساعدني اني خلاص عينيش بعد مكتر ما تشوف مكتر ما تشوف انت بوتيكات وستقرام ويوتيوب عينك تشبع فوصلت حق مرحلة اللي هو الفنتيج طبعا الفنتيج متعته aneh hunt حق الساعة اكثر من ابتلاق الساعة عممma كل الساعات بس الفنتيج غير للان الفنتيج ما تشفها لا تشوفهاي البوتيك ولا تشوفها على ايدى حد ولتدور شيء معين امم والكندوشن اهم شيء يعني اللي الجمع الفنتيج يدري ان اهم شيء بالالساع الكندوشن أنتم زمان كنت أتذكر كنت مو بس تسوي ساعات كنت تضبط تصمم تغير دهال تجهت تسوي استرابات بالبيت أذكر يعني فترة تنكبو سنة ونص سنتين سوي استرابات استمتعت فيها وزادت عندي أيام الكورونا كان ما في طرعه قاعد بالمكتب بس يعني ضخيت عنه بس حبيته شغل بالجلد كان ممتع لأن البناراي ترى كان الشغلة حلوة كان عندهم الاسترابات مع كل تغيير استراب تعطيك فأغلب الاسترابات اللي كنت تسويها حق البناراي الآن أسوي فعق نفسي ألبسهم ذكر ذكر كنت تسويش ألات غريبة مع الجلد غريب ألوان غريبة واحدة من البناراي تسوي لها مثلا من القلوب سمات البيسبول اه اوكي اه اه بس جهبب فأدان كان يأخذون جنة اذا قبل عدش ببرانيك دعنا نشوف شنو ممكن خليه بالجنطة هادي بطل جنطة ايه يكلها لك اوكي أسهل بعدين من تصميم تسوي في اخر شيء عن برانتك بس بدي اخر شيء ايه اه لا احتكي اوكي بسم الله لا بس شيء انظرية حاط ساعاتك كويه تكثر انا حاط بس يعني حاط مثلا عندك بيتك اصغر شيء هذي الروموند ايه 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 ما شاء الله ايه ما شاء الله يسج يعني واحد من توسطة شانده اوكي حاول يعني شون فلتة نظري وسبحان الله الليل حين اتشوفها حلوة مرات انت تقول مع الوقت الذوق يتغير هذي الليل حين لو اتشوفها مرة ثانية هم ممكن افكر ان ااخدها الكوك وطريقته وايد من كارتير ايه صح طبعا ايامها ما ندري شنو كارتير ولكن يعني نقدر القانن بين البراند الثاني وشنو فيه تشابه بينهم رونو ميتر ممتاز اذا انا اطوف زمن اطوف انا بس يعيب لك تقريبا يعيب لك اكبر ساعة عندي وشون الضوق تغير من الباناراي 47 الى البتك ساعة جولدين الوبس ايه الفرق بالحجم بالكمبل يعني واحد فيه فرق صد جحانا بنمسك باناراي حساس صد جكبير بس كم رخانا بس هاي فيجو سبحان الله انزين راماندويل ايه خاص خنسوف اخراها بالجولدين الوبس هاي المرحلة وصلتها عند الفنتج الفنتج هاي طبعا خذت مني وقت يعني يمكن ثلاثة اربعة سنين ان ابي ما كنت طبعا افكر ببتك كنت افكر عمى ساعة ابي سنة واحد ثمانية ايه اوكي ما بتكلم لها سنة حسبتوا خلاصي كنت ابي هالسنة هذي بالضبط يعني فسبحان الله لقيت الساعة هذي وكاملة يعني فل ست البوكس حتى معاها مو الاكتراك من الاركايف مو الاكتراك من الاركايف فكان وانا قلت ملقطة ونظيفة وغايدة وانا اصدقائها وانا اصدقائها 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 اه اوكي اوكي قدوا حطوها احل ما بيقول لي عالي شنو واحد لي مهنين بس شنو هالهبدة احب رقم واحد ثمانين احل انا ما بيقول نصج هال بربع الفنتج او حتى انا بسول معاهم في سنة معينة وودك تنقي منهم طبعا ايه اتاخذ دو فاذا انت محدود بسنة معينة انا بس حد من السنة مو هامني لبراند بس يوم لقيت هالبراند و هالشكل يعني ما قدرت ان ما ااخذها لا قول دو شنو هالهبدة شنو هالهبدة انت الحين مثلا قولك انا احنا انا صجع قاعد ورحك صاحبي قولدن اوليبس مايفرد ما هاي سنة بس هاي بيكوندشن طبعا عندك عندك ووبسايتات معينة طالحة تشوف الاسعار تقرأ الموديلات ولازم تعرف الموديل هذا بها السنة الفلانية شون كام شكله اساس تقدر ان هاذ الساعة طلعت بالشكل هذا ولا فيها شي ميتغير فانت ما تبي تاخذ الساعة وتدفع عليها مبلغ بعدين تطلع الاكستراكت مثلا تكون البتوك تطلع الاكستراكت من الاركايف بعدين تفاجع ان الوصف اللي فيه غير الساعة نفسها حل فنتج عالم عالم وايد ساعة انا وايدة اخاف منه يعني حسس وايد طبعا لان انت ساعة تماخذها ما فيها كفالة حتى لو شارهم لبرايفت سيلر وشارهم محر يعطي كفالة ممكن شهر ماكسبو ثلاث شهور ما تدري شين القطاع اللي داخلها شين المتبدل واغلب البنتج تلقى لازم يكون فيها شي متبدل على الأقل لو بس الساعة اللي على ساعة مثلا متبدل انت قلت تحجي ساعة عمرها ثلاثين سنة ايه فاذا لقيتها بجودة ادفع ايه صح اشتري مزادات ولا تحاول كل اي باي كرونو 24 ايه مزادات صعب المزادات لازم يعني لازم اكون موجودة هنا ما عندنا على مزادات يعني بالكويت لازم تتذكر تكويت تروح هنا كتزايد او تزايد بالتلفون وتدري انت عليها كوميش يعني لازم تكون انت عارف شنو داش علي بسوي 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 مجموعتك انا ادري ان عندك ما شاء الله مجموعة اكثر من هذا المصورة كان عندك هدف معي ليس هدف طريقة معينة ان تيمع او كان عادي اللي يعجبك والله اللي يعجبني يعني ما كنت اركز على براند معين يعني فيه ناس مثلا يقولك انا مثلا ابي من كل براند باخذ تك 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 مرات اوكي انا مثلا ابي البراند اكس بس ما لقيت شيء يعجبني مو لازم اخذ مني شون عندك البراندات اللي ليسا لقد تدعى بس مو شرط weights ما هيكولك لازم انت اكون لازم عندك رولكس لا مو شاطور لنقل لازم يكون عندك رولكس او المتوفر للرولكس بس الحين مع طلب زايد ممكن رولكس اللي انت تبقيه ما تلقاه يمكن الهوليوود والسانمة وهذا الركز واننا خلوى الرولكس ايكم ايكم ما انا افترى فعليه بس مو لازم يكون عندك رولكس في ناس حاطين استاندار انت كولكتر ما عندك رولكس لا أنت ما أخذين هواي جد أكثر منه ثانيا ما في أحد متفق على تعريف في الكولكتر شون الكولكتر هل تقدر تعرف لنا يا أترا أنا ورأي أنت يوم قلت لي راح قابلك قلت أكيد راح تسنيه السؤال أو راح نتطرق حق الموضوع ما في تعريف واضح حتى أنا أقول لك كولك الكولكتر وهي يجمع الساعات هل لازم يكون عنده من توب ثري برانز اللي قلناه باشرون و روليكس و باتيك لا مو شرط أنا أقول لك لازم لازم يكون عنده شغف يشتري الساعة ويعرف في ناس يشتري بدون لا يعرف هل أقدر أقول كولكتر إيه أقدر أقول كولكتر معنى تعريف كولكتر إيه جمع بس هذا جمع مثلا ثلاث ساعات بس عارف كل ساعة وتاريخه و الهيستيري كامل عدد جولز ما ربب من تقول لك مثلا واحد يقول لك أنا كولكتر سواتش هذي قلت أنه مو كولكتر لأنه ساعة سواتش رخيصة وتعريف كولكتر مرة ثانية ممكن يكون كولكتر فأنا من ناس واللي ما عندي تعريف إذا تنق واحدة من براندات شونا تنق يعني أقول لك وين بس التوب أحسن براند آلة بساعة إذا لك براند واحد ننقي أنا أحب روليكس تحب روليكس؟ لا ما لنش حسيتك ضد روليكس لا لا بالعكس بالعكس يعني تشوف سياسة الشركة غيره والديمان شي بس روليكس تلبسها خلاص ما بيشبهها بنوع من سيارات اللي خلاص تأخذها انت بس هاي ساعة حق العمر كله أنا غريبة ودي أفهم يعني ليش روليكس يعني حتى نقول لأن هذا إحنا كبرنا إن روليكس هي الساعة لتورثها إيهو السلوغن ما براند ثاني تورثها أنا أتشوفها روليكس يعني ليش أنا أتسألك روليكس مثلا أنا خنقول عندك ميزانية مفتوحة وما كل موضوع عندنا والله تشتري وراكارد أنت بأندك تو أنت قلت أثرة براندات قلت باتك وباشرون وروليكس إذن باتك وباشرون عالم وايد أكبر من روليكس يعني أنا نحن من ديش روليكس أوكي شرية دايتونة شريةهم كلهم ياخت ماستر دايتونة دايتجاس دايت شنو بعد 1905 خلص يعني أنا عندي خمس ساعات كلهم الأقوى شي عندهم يعني الكالندر سكايدويلر سوري ضيب ستة صاروا ست ساعات إذن بس لم ديش باتك ساعة واحدة سبلت سكند كرونغراف عالم روحة إذا ندخل في الفاتشولي سرعانة بروحة أعتقد الإمج اللي اللي براند يبيوصلك أنا عن نفسي أتكلم أن أشوف مثلا روليكس هي اللي براند اللي يتمثلني لو كشخصية أو كلبس في ناس يقولك والله أنا باتك واحد يقول لك باشرون كل واحد يشوف ممكن لو تسألني نفس السؤال بعد فترة يمكن يتغير الأذواء غير تغير القناعات يتغير حاليا أشوف إنها روليكس أي موديل أي موديل فيهم أحب دي ديت أي رديت على موضوع البنتج شوية 36-40 أي دي ديت جميلة آيكون أنا بالسبالي شفت لي الدد قاعد لهم وغيرون فيهم ما حسك أرد مثلا أختار الكلاسيك اللي تلبسها بدشتاعش بنطرون مسافر قاعد ما تتعب على أنك تلبس عليك روليكس متعبة الشركات يعني صعبة تنافس روليكس لتشيء أنا ودي أفهم إذا أنا عندي أحيان أشتري باتك أو عندي أحيان أشتري نوتلس مبا فينا تقولك أوكي بس روليكس روليكس حتى لو عندي نوتلس أبي روليكس هذا القناع اللي إحنا وصلنا لها ما يتمن من خالبة إذا كان سياسة تسويق سياسة يعني يدفعوا فيها مبالغ كبيرة بطريق غير مباشر اللي إحنا اقتنعنا مدول أقوله ولا كلمة طب طب موضوع ما يصار نفسي مزين يعني خلت سؤلف على أنت يا يبلي تغريبة ما شاء الله أغلبة إيه شركتك ما شاء الله هي زمن مدى يتلك الفكرة شون صارت الفكرة شون بلشت أصلا تسوي ساعة شوف هذه الفكرة أنا أول سالفة سؤلفنا فيها طلعت من بوتيك بناراي خلاص يعني صارت عندي ردة فعل جلت زين سؤال ليش ما أنا سوري براند شوني يمنع كاعدت فكر فكر ممكن شم شهر بعدين نسيت الموضوع الفين واربعة عشر الفين وخمس عشر رد علي الموضوع قلت خلاص خل خل أبتدي أصمم أسوي أصمم يمين رايح يمين راد سوق شيء يديد يعني كنت قبل أروح أشتري هالمرة أبي أصنع ما عندي فكرة كل شيء وايد غير فأضطر أتعلم شغلات يديدة المفوض أنه ما أتعلم إذا أنا بس أبي أشتري ساعة إيميلات رايحة وقراية مني من أكلين خلاص عرفت الطريج اللي أنا هذي بس عالفين وخمسة عشر مو نفس اليوم يعني وايد فرق يعني بعالم الساعات أنا خنقول أوكي خنتحجب تجربتنا عمر تايم كيبر خمس سنين أربع سنين هذي كان وائد غير قبل ترى البراندات وائد قليلة براندات غير سوشال ميديا الحين ما كان ماخذ حاصلة مثل الحين فأنا الحين أقول الحمد لله أنا دشيت الطريج هذا لأن أساسا أنا يعني تغريبا تشبعت من الساعة حين تشبعت زيادة حين تشبعت زيادة حين تشبعت زيادة حلو فاكل طلعت من فنراي زعلان أسوي براندي بلشت تواصل مع الشركات إنه بسوي 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 شنو الطريقة على التسعير المنموم كوانتوتي الماتيريالز كل شيء تعالى بس بلشت بالتصميم ولا بل أقدر أسوي وبدأ أسوي على التصميم لا أسوي التصميم أول شيء أسوي شيء أنا مقتنع فيه يعني حاولت كثير ما أقدر إنه ما بي المصانع تفرض عليه شنو ممكن أسوي أبا تشوف أنا اللي عندي أقدر يسوي لا ولا لا شنو كان أول موديل موجود؟ موجود الأورجنال الأرقام العربية الروزغولد هاي كانت الأورجنال كانو تذكر أنا أربع موديلات أول شيء نزلت موديلين ستين ستيل وروزغولد بعقارب زرقه فقط أرقام عربية أحد ساعدك سويت أنا عندي باقراند أسمم أشتراء الكيميوتر فحاولت أسوي طبعا هم مرات المصانع تساعدك أن تسوي إنه تصميم بحيث إنه يقدرون يسوي بعدين عرفت الطريقة موديلية 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 لين وصلت حق إنه لازم أسوي شيء في دينا ما نزمن فسويت تليه الايدنتيتي أعتقد أول قاعدة معاكم كانت توها ليح ما نزلها هذا الرجع أقول لك الذكر كنت قاعد تصور و تقول إنه قاعد نصور متواحد بالهذا شون صعب شيء بتأسيس براند؟ الفكرة مش أنت بتوصل من البراند يعني أنت لما تأسس البراند اليوم زلت أنت عرف بعد عشر سنين شون بيصير إذا عرف بعد عشر سنين شون بيصير راح تعرف الخطوات اللي ترح توصلك لها الشيء أما إذا ابتديت ونت مو عرف مين بتروح راح تروح يمين راح تروح يمين راح تروح يمين وضيع وقتك وفلوسك وما راح توصل حق نتيجة بس شون كانت بدايتك حين تسويت ساعة تزولك أكيد سامبل ترك ردة وغيرت مدرشونه هذا المرحلة من التصميم من البروتوتيوب لاني الابروفا تاخد مينموم ستشم أول ساعة صلتها مينموم ستشم أول ساعة صلتها مينموم ستشم هو شوية شيء يصير شوية أسهل يصير أسهل إذا نفس نفس الكيس بس كل كيس يديد يأخذها ألقاء مينموم ستشم ما شاء الله إذا الشيط به المجرى أنا بلاجت أنه لا خلاص حلاص مينموم كونتتيتي مينموم كونتتيتي هذا الموض خلاص راح يسيه ثابت ينزل منها مختلفة مديرات مختلفة كيف كان تسويقك في 2014؟ يعني حني شو يصير أسهل يعني كان نحزتها ماكو غير الانستقرام حتى نحزتها الانستقرام طوال الفيسبوك خلاص فكان استقرام صدق أنا كل ما تذكر براندك كان تذكر هاربي نيكلز فعلا هاربي نيكلز يعني كان من أول الناس الدعموني يعني يعني فعطال لها شوي سكيل أكبر لما يكون زمن يعني براندات عالمية فكان خوش دفعه بالنسبة حق زمن ومن هاربي نيكلز ده شيء أسواء قطر الإمارات فكانت مدخل وايد ممتاز حق زمن ايه ايه موجودين في دبي ايه موجودين في دبي ايه وموجودين في قطر كنت تزور كليم أهني هربينك كنت عندهم أدام ايه اي اذكر اقبل الأوريجنال كانت اللي في البريسلت كانت تصميم البريسلت اعتقد العلاقة باللوغو واللوغو صح حتى البزل ما للكيس نفسه مستوحا منه حسنًا، صحيح عملت تصميمي، كيف حلت تصميم؟ حلت تصميمي، حلت تصميمة منها شوية كانت مدورة موجودة، صحيح عملت منها شوية وحلت من 2014، كيف موديل تقريباً؟ تقريباً، لدي نسعة كلهم من التصميم، صح؟ أقفتهم، جميعهم؟ غلب اليوغاف يكون واضافة الى حق الاعياد الوطنية والاعياد الوطنية انا احبيت انقع يصير فيه انقع يصير لاخر في واحد ايدينا بيت السدو بيت السدو كانت ملوت كنوز الكويت اللي كان عبارة عن اربع ساعات كل واحد يتمثل اثر من اثار الكويت اللي موجودة تعكس حقبة زمنية مع الدكتور حسن اشكناني اللي مسي عليه بالخير يعني ما اقصر معي اذا عيشت انا بالموضوع هذا بس كان جدا انا بالنسبة لي كنت مستمتع بالشغل معه بس هذه الساعات اللي احنا جمناها خذت شوية يعني ايه انا اذكر كتاسواف ما اشوف انس تانس قلت اوكي مو الكل يمكن يشتري 200 دينار او تاخد الابرج كان انت امية بدن صار 200 دينار على هذا بس يوم سويتهم حسيت ان اوكي هذا سواتش الكويت كانوا يطلع منهم وايدي اشكال ايه لانا انت تذكر السد كم كنسر السد ب140 ايه اربع ساعات الهدف من الساعات اللي قا سوي حق عيد الوطني ان كل ساعات وطني في قصة من وراها انت لما تاقض الساعات الاربع في كتيب او في معلومات عن الاثار هذي يحاول ان ان يا جماعة ترى الكويت فيها 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 بس محتاج الواحد يقرأ يثقف نفسه يعني انت لما تسافر اي دولة وانت طالع تلقي سوفينيرز بالمطار سواتش سوت حق دبيق حق الاكسبو سوت حق كذا دولة كل عاصمة تغريبا لها اصدار الكويت ما في شي نحن عندنا ليش ما نسوي فما بي انطر سواتش تسوي انا اقدر اسوي وكان تركيزي مو بس حق الكويتين حتى حق الاجانب الاجانب يحبوه يعني حتى الشخص اللي اكتشف الاثار باعتقد بالستينات عنده المجموعة هاي اهدت ليها عن طريق الدكتور حسين استانس اجنبي لان اوثقت شغله وبعدها انا ترى اتذكر يوم الايبنت ام صراحة ام اعرفه بالتاريخ هم كان في شوي اوه صج في بعضهم شام 2000 سنة او 3000 سنة في ليه 7000 سنة ايه يعني فما كان بالي ان الكويت عندنا هذا التاريخ احنا مشكلة هذا الى هذا اللي احنا نريد الركز عليه فكل اصدار كان فيه هدف معين فيه تاريخ معين فيه فكرة من وراء الاصدار مو فقط اصدار لنا عيد وطني وحط عالم الكويت وخلاص ايه احنا ترى هايما قاعدت سولف تذكرت ان الاصدار اللي سويته غير عن السعوية سنويا حق العيد وطني صح هذا كان شوي شوي غير شوي غير لان هالسنة انت سويت اخر واحدة اللي هي ال اسوار الكويت اسوار الكويت ايه 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 هم هذي شون قصتت هم جنا مع دكتور حسن او لا لا دكتور حسن ما قصر دكتور حسن وهم الجمعية الكويتية للتراث هم ما قصرهم بالمعلومات ايه طبعا على ما اسوي ساعة انا استمتع اهم انا مثلا انا ادنى في بكويتها بس ما كنت عارف تاريخها بالتفاصيل هذي فاستمتعت يوم سويتها اه اتمادش وكبيديا تكتب معها الصور الكويت طلح ثلاثة خلا سويت اسمي مشكلة لا 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 لان انا لازم اسأل لان انا انا علي مسؤولين قاعد اقدم معلومة مع الساعة والمعلومة لازم تكون صحيحة انا علي مسؤولين مع اختلاف المصادر بس احاول احط اكثر مصدر ثقة وحط المعلومة اللي يعطاني اياها وفعلا ان مقدمتها في ناس ما يدرون ان اساسا بالكويت في ثلاثة سوار او يدرون ان كان في ثلاثة سوار بس ما يدرون ان البوابات مات السور الثالث والاخير موجودة لانحين ان التعودة يمرون بس ما ينتبهون اخر بوابة هنا يمكن بوابة المكسط موجودة عند مركز السيف جابر الثقافي فقدمت معلومات عنها وصويت الفيديو كان تجربة حلوة والتنفيذ الحمد لله توفقت فيه ابو صار شوي ونسة وشغاف وحب اكثر من الموضوع والله انه بس بيسوي اي لا استمتعتين حتى دكتور حسن قبل شهرين سوينا جولة سريعة بحديقة الشهيد وتكلم عن البوابات وقال معلومات حتى انا كنت اول مرة اسمعها يعني ما قال لي عنها جولة انت وياه بروحك وفي ناس يعني سوينا دعوة عامة اه متاس فكانت تجربة حلوة السؤال لان انا قبل سنتين هذا البرج عليه اول شيء ليش ما فكرت تسوي براند خنقول غالي او سويسري اكثر اسهل شي انك تسوي براند سويسري هناك يقول لك ادفع ونعطيك بس انا ما بيعتمد على كلمة سوسويميد هذي اقدر بالاكسان لما اضع سوسويميد اقدر اتشرج زيادة خلي الناس يدفع زيادة وتعطيني شوية مصداقية اكثر بس انا ما بيعتمد عليها لان بالنهاية التكلفة هيدا راح تنعكس على الزباين ولما اشوفها بوجهة نظر كزبون لا صاحب البراند لما تقول والله انا ببيع عليك ساعة براند كويتي ب 400 دينار على طول الزبون راح يسوي فلتر يقول من عندي 400 دينار بالسوق عندي البراند فلاني 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 لا والله بروح اقل البراند فلاني ما راح اقل البراند هذا فانا قاد احسب حسب هذا وعندي تارقت معين المدرنج وبالاكس في ناس كولكتر كبيرة بس في ناس يقولك والله انا اقدر اشتري ساعة بعشرة بس عاجبتني ساعة 120 دينار مغتناع فيها اي اكي اي 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 فيك بيكترون بشي هيا سجل ما انه من اتحس يشترون زمن والله واايد واايد انا 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 لا قاد اتشوف الزباين وفي منهم اعرفهم يعني صارت علاقة صداقة بينه وبينهم تكرار واايد في اختلاف في ناس تنطر بس العيد الوطني نا في ناس كلما انا زي عيد وطني او وقبل العيد الوطني بشار شهر عمد رحمن شنو في شيء يقول العيد الوطني ورنة خنشوف في شنو في شيء مو بسترب الكويت حتى برد الكويت يعني انا استغرب ومستعنس اني واحد مو كويتي بس يهتم بساعدة اصدار العيد الوطني انت اللي لابسها موجودة هنا موجودة الداو موجودة اعتقد موجودة هذا غريبة هذا الكيس ما كان موجود هذا الكيس شكل يعني وفيها شوية يعني خبكم واقعين مو الكرح يلبس هذا لا كانت مخاطرة بس يعني لازم اسوي خلاص الفكرة دشت بقالي لازم اسويها طبعا استوحيتها من فترة السبعينات التصاميم اعتقد ما يحضرني اسمه الحين التصاميمة كان يسوي حقبتك شغلات شبيل السمترق اسمه ما رح يد انه يسوي كيس جديد دايما تكون عشكالها غريبة اه لا بس طاق ما كنسوي اه غيلبرت كشركة مصمم اعتقد غيلبرت ايربت شي تشيري اسمه مم متأكد هم تخصص اشكال وشيبس ايه ايه طبعا عندهم اشكال ايه هذا تخصصه ما اخذ منك واحد استهلت هديه واحده هذا يعني حتى وريت استانس عليها طبعا ما بس يعني انت تتابع ناس مرات تصير تغير ذوقك فقلت ليش ما اسوي فاستوحيتها من شكل البوم من جدا بس طبعا ما سميتها البوم لان اساسا الاسم هذا متكرر فسميتها الداو هو نوع من انواع السفن الشرائية صح صح هذا روني ما شاء الله عجيب يدور كل شيء غريب يعني كيس وايت بيكي ايه انا اعرف انه وايت بيكي لا بس من التابعة وحط صورتها وحط حسابها يعني يوريك انه وناسة يعني مفروض عالم السعاد يكون وناسة في هذا الان انا مو بس اوكي دائرة وسترام فاخوي روحي يمع كل الكارتيالات الغريبة وشنو في شغلات شوفها ما تترمين طلعها صح بس مشكلة انه انت انا ليش تقلت يعني انت يبطاري مثلا لمس الديشن الاسهل شي ان انا بيع لمس الديشن صح بس انت كبراند واصعب شي تبيع يمكن ادعو صح لان الشكل غريب مو تكلي تقبل صح بس هذا انت مسوي من باب حب ان انا بسوي شي يديد صح بالعكس مرات تسوي شي جريء يمكن يمكن ما تبيع الحن يمكن تبيع بعد سنة سنتين لما يتغير الذوق لما العنت تتعود عليه يعني في واية ساعات انزلت اول اول ما تنزل الناس تستنكرها يعني في براندات عالمية مثلا تنزل تنزل ساعة مثلا باتكنا اليوم نزل البايلوت ايه صح يقول الكل استنكر هذي مو باتك هذي مو باتك يقول الحين روح روح قول ابي وحده صح تغير ومصح حتى انت صميمة كانت وايد غير النوتلس ما اخذوها يرايل اوك كان يسوقوا له بالغصب ايه وايد ساعات قام ينكتون عليها بعدين خلاص صارت ايه الترند فانت يعني انت تلحق السوق شنو يبي يعني انت تسوي لك شيء وتنطر السوق تفرض انت شنو عندك وهذي من يقولك يقولك اذا انت امتديت مشروعك اليوم وانت تشايفة بعد عشر سنين شنو خلاص تمشي على الخط خاد عشان توصل حق الهدف اللي بتالي حاطة اما اذا بمشي سوق شنو يبي برح بره يمي بره يسار لما تطالع اللاين مع الموديلات تتلقى ان مشتت ما في ما في شيء لا علاقة بالثاني بس هم اموال بالاخير صعب طبعا صعب يعني هو كبزنس اذا بتشوفه ملاحظ انا دلقى تسوي مو بزنس يعني انت مو فاتح بيتك على ايه طبعا يعني هذا شيء امية بالامية وهذا بالعكس يخلي الواحد انه يسوي اوكي انا مرتاح شواء ايه يسوي انه مرتاح انا بيح هذا بيح هذا بس هذا اللي انا وديه اودي الناس عليه انت واني تشوف براندك عشر سنين والله اتمنى يكون يعني البراند رقم واحد على اقل بالخليج بالساعات حين فيه براندات وايد حلوة بالخليج بالأكس شيء مفرح مثل قوله سامي علي مثلا البدع بتقدر البدع بدعين صراح على السنة شفناهم جنيب يعني استهنست انه اوكي فيه براند بالفاج ومو قاصرنا ترى بالخليج مو قاصرنا ايه كافكار كتسويق كل شي عندنا بس الواحد يحتاج ان يعزم ويبتدي هو الانتري الانتري شوية صعب على طالي السؤال اللي انا سألتك ان ان انت تسوي شيء غالي صديقي يسوي شيء شبت فينتج منهم براند فينتج اسمه ايه ايه شبت سويسرين 100 بالمية صديقي و 6000 دينار كويتي بس انت ربطت اسمه بصديقي اسم صديقي لا فالي ترى ايه 100 بالمية ايه فهذا ممكن تحط عليه مبلغ وما تشتنكر اوان ما ادري ما شاء الله ما طبعا لانهم صديقي يمكن شوي سهل ان يبيعونهم ولا هذا بس انا اللي اعجبني الامانة انهم قالوا اوكي سنسوي شيء سويسري وكل شيء يقع يسويونه صعب ما يسوي شيء سهل ايه الحال يتشوفه انا اتذكر اول واحدة كانت انامنه الارغام بلوت الفنيشنج ممتاز يعني بعدها هم سوى نفس الشيء ارغام عربية اوكي انا ابي كرونو مو اي كرونو لا ابي مونو بوشر انت دام انت الافكار عندك تحتاج شون تطبقها صديقي عنده الريسورسسس سواء كونيكشنز او فلوس موجودة فالإكسكسيوشن سهل عنده وقتلك كلمة صديقي اسم العائلة او براند او براند بحد ذاته فهذا يساعد انك تقدر تتشرج انها شيء البدع مو حانا صار اسمهم بدع كانوا البدع سواء الري براندين والله هل تعرف صوهيب صوهيب ايه ايه هو اللي حان مانسك ديركتر بسرعة الواتشس فقيرتت بوائد شغلات منها صارت بدع هم قير ياخذون الخطوة اللي قعت عجيبين شفت الاكلبس ما لا تهم سويتها هم وايد هلوة ان اوكي انت سولي هذا لنبين هذا باشن ما الصوهيب ايه صوهيب وحاضر الله يذكر بالخير صاحب الشركة انه هذا الان راح استانت عليه راح اسوي لما انا ما يحضرني بالضبط سعرف دعني اقول الف ونص كويتي حق اشرب قطر راضي انا بدين فيه الاوكي العاديين اللي كل يبي يشتري به هذا وانا بنتج انا ما هم عاجبيني انه شوية صح صديقي اسهل بس اللي براند ايه يعني يعني يشتغلوا عليه اساسا عندك هستري بالسوق صديقي صح ستين سنة صح فانت في عشر سنين جوابني ولا انا ضيعت شنو بدك تشوف عشر سنين احسن براند بالخريص بس من اي ناحية يعني سوري ما با اكتائك يعني اما شفته انا سويت مثلا الثلاث ساعات ملوات اللي خنقول خلنا ربطهم شوية سواتش بلاسطور محقول كنت صج وايد تمنيت ان ابي كل ثلاثة شر عندك صدار ايه ان انا اقدر لانه سواتش اوكي هي واحد وعشرين دينار وفيه صدارات سوين سمسم اوكي باشتري ما تأثري يعني الحمدلله ما تأثري على الباجت تشتري وماس تشتري ترى فيه كرياتيفتي وايد يعني فيه ابداع موسهلين او نتدور يعني عطلنا نشوف سواتش بانا يسوين وايد بس اوكي سمسمس بعدين اذا سويت بسوي مع متحف الفلاني خلص متحف الفلاني بسوي مع الفنان الفلاني يعني على طول شغال شغال انا تمنيتك تسوي هالشي صراحة هذه تحتاج الكنكشن انه لما تروح حق شخص او تروح حق هيئة او تروح حق مؤسسة انا بسوي معكم كذي اقول كيرله انا بالكويت ما اقول كل شي سهل واجهتنا صعوبات خصوصا باصدارات الاعياد الوطنية مثلا في معلومات احتاجها لما اروح اجهات معينة الشي اللي انا بسوي اهم مسؤولين عنه يا جماعة ابي معلومة عن الشغلة هاذي اللي عندكم ما في ما في رد ومو عندهم المعلومة فهاذي شوي صعبة فتضطر تلفوا الدور عشان تجهر تحصل على المعلومة ومثل ما اقول لك اذا بسوي عيد الوطني لازم احط معلومة شوي مو شوي لازم تكون 100% صح لان انت من تدور المعلومة ما حد رح يرد عليك لكن اكتب المعلومة كل ما حد رح يهاجمك لا هذي غلط هذي مدري شنو لا 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 فلما يكون انت عندك اسم قوي وفي شخص متعاون ويفهم انت شنو تبي بالعكس بالعكس ان انهينا حق العيد الوطن ان شاء الله قاعد اشتغل عليها وبنفس الشي قاعد ادور شخص يساعدني بالسوبجكت او بموضوع الساعة يعطيني المعلومات التاريخية الصحيحة بس كمل هذا والله موضوع الكلام يعني كل شم شهر سوي لنا تعاون مع واحد كويتي فنان الفلاني انا من خلال البودكاست اذا في جهة ترغب ان نسوي اصدار تعاون معها بالعكس انا اي واحد يقول لي تبين نشتغل نشتغل انت تذكر يوم قلنا التشارتات انا وياكم بالعكس يعني فيد واستفيد وبالنهاية رح يطلع باسم الكويتي لان انا بتسوي شي مو تجاري ايو انا بالي انه حتى مثلا مثلا ما قلت اتى ساعاتك مفروض موجودين مطار الكويت مثلا هذا الهدف انا ايو اي انا دوتي فريد ديش انا فيه اتكلمني انا رحت حق مطار الكويت طبعا كمطار غير وادارة المطار غير وادارة المحلات غير انت تروح حق الشخص اللي قاضب القطاع او اللي مأجر المكان ايه لما تروح حق الجهة الرسمية قولك لا والله احنا متعقدين مع فلان او مع الشركة فلان موضوع مو بها السهولة بس قاعد احاول اني جماعة ما يصير انا ادش الكويت اطلع من الكويت ما فيه سوفينيرات احنا قاعد نسافر الحمد لله وقاعد نشوف وايد الكويت مهضوم حقها بها الناحية هذه مدالية وبوم خلاص يعني فيه شغلات احلى اني قاعد نساوية اكيد 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 زي ما ودك تشتغل على او يعني واضح مثلا زمن تصميم جانب تصميمي اكثر من موضوعها طبعا يحكمك السعر انا امي بالم افاهم انه يحكمك السعر بس ودك تشتغل على موضوعها مو سهل طبعا بس احاول 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 شي براكتكال يعني تقول كوروناغرافق براكتكال بس ما حد يستفهم احاول شي ممكن تستخدمه فيه كذا فكرة بالبالي بس لا الحين يعني ما تعتصور بس فيه ان شاء الله ويما تقول لي اوضرحمن انت بعد 10 سنين تشوف البراند الاول بالخليجة بالن اي ناحية الاقل من ناحية التصميم يكون فيه ايدنتيتي فيه براندات وائقة انشوفها بالسوق من براندات عالمية الاقل اذا ما اقدرت اتميز بالكمليكيشن اتميز بالتصميم تشوف ساعة الايد من بعد 10 متر تدني ان هذه الزمن خلاص مثل ما انت تشوف الروليكس تعرفها من البزل هذي او من الصنقل ان هذه الروليكس خلاص اعلى قلل هذا انا يكفيني بعد 10 سنين تعرف انت الحمام افروض تحتفل بعد 10 سنين اي ان شاء الله قريب اي ان صح احنا على 20 و 20 يوجد شيء غير ال تشوف شراء اضغطك شوي طلع اذا قعد اطلع لأفكار كله وجدو ومسدحم اساسا اي ان شاء الله هي ان شاء الله واي ان شاء الله سهل فيه بس ما ادري السؤال هذه تمكن اضعها او انها بس انت الآن زمن بس انت يعني مول انتي زمي الماركتنج وعندي هذا عندي ناس يساعدوني بس مو فلتم جو اي يعني مو يعني ما عندك مثلا حد ماسك المبيعات لا اذا انا باكلم زمن باخذ منهم مثلا ريتال اتقع عليك انت اهي ميزة وعيب عيب ان انت تسوي كل شيء يسمونه وان من شو ميزة ان انا قاد اعرف الكستمرز باي نيم انا اقولك انا عرف الاسامي العملة المتكررين اعرفهم يدشون علي على طول الاصدار عيد وطني متى ابي الرقم الفلاني في عملة ادري من انزل الموديل هو يبي رقم معين اخشها ليه على جنب ادري اخشها بعدين اقولها ترى موجودة او ادزها وبعدين اتحاسب بي اهمي زو عيب اعلم نسوله عن الساعات شوية تابع الحن ولا لحن حن قلت الوائد والشرف لا تابع لازم اطالع على السوقة بشوف الان رايحة شنو رايي الناس يعني انت لما تنزلون بوست عن زمن لازم اقرأ الكومنتات وتتلاحظ ارد عليهم لازم ارد عليهم لانه اذا ما رديت علي يمكن واحد يرد عليهم يمكن حسنة خلاص ما يرد علي خصوصا اذا شيء نيجاتيب لازم ارد علي افهمه شن السالفة ام 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 اذا ما ساعت برشن خلي زمن انت تتابع شنو برا مثل لازم اتابع شنو بخاطرك هالايام من زمان وخاطر الكارتير تانك اه اوكي فيها من زمان حبيت شكلها بس لاحيا لم اخذت الخطوة من اخذها عندك ريفيرسو عندك كم مرحبا عندك ريفيرسو وعليها اللوغو مالي شخصي شخصي ريفيرسو من الايكون طبعا تروح معارضة ولا لا معارضة يعني ان كنت بي اروح اروح يعني النتوركينج مهم باي بزنس خصوصا بالساعات كلام عن مجال الساعات لازم نتوركينج هو مجال صغير وغاية ترلم وغاية صغير وشان تقولك وخصوه بالخليجة او بالكويت كل ما نعرف الثاني فضروري انك تحافظ على سمعتك ضروري انك تكون علاقاتك زينة مع الكل ما اقول كلهم تحبهم او كلهم علاقتك زينة بس تكون علاقتك زينة مع الكل تعرف هذا وهذا وهذا لانه بالنهاية احنا بمجتمع معتمد على العلاقات الشخصية وتقوم بمجتمع الساعات ترى وغاية صغير وغاية صغير انا عرفه فلان وغاية خاصة فلان فلان يعرفه فلان اخو الوكيل صح بس ما يطلع لك ساعه ما يطلع معرفته بس معرفة يوريك اياها بس ما يضيك ما قصرت ما اقصرت ما اريدك اضيفه على زمان او على شيء لا والله اريدك اقول كلمة حق يعني انت يوم قلت لادو رحمان انت بعد عشان تشوف زمن انا اقول من اول يوم شفناكم انا كنت شايف تايم كيفا ورايح الحمد الله يعني انت وصلتوا حق اللي ببالي وزيادة يعني تميزنا حين بالكويت لما تقول والله شما تفتخى بالكويت والله اعتقد اننا عندنا تايم كيفا اوه اوكي اكرم وايد حلو سلامة لانه يعني حنا نشوف الكومنتات نشوف الكومنتات نشوف الفولوورز ونشوف الناس تنقل الأخبار عن منه خصوصنا بالساعات باللغة العربية تنقل عن تايم كيفا سواء بشكل مباشر او ياخذ المعلومة ايه او ياخذ المعلومة ما ينسبها بس الله يوفقكم ان شاء الله بس الله اه بس الله احنا بصونا ساعات كويتة ايه تفتك ايه ضار منه ايه ضار منه لا 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 مفكر يعني اشوف صعب انك تسوي معاه شي اتوقعي صعب بس ما لا يعني ما عندي مشكلة اقدر اكلمه اوه احنا بسانه دايما يفكر احدة انك تعطيه دعا مشتوا معاه والله بالعكس انا اقول لك اي واحد يقول يولي خانسوي ما عندي مشكلة. يعني في ناس قالوا لي نسوي الشيء. ما عندي أي معنى مثلا نسوي إصدار حق شخص معين أو حق جهة معينة. أحب أشتغل مع الناس. بالعكس يعني. بالنهاية. قلت لك. معتمد أنت بالكويت على الإلاقات. وضعني شوية مختلف. يعني. أنت من زمن يحكمك السعر وايد. يعني. طبعا. يعني. أنا مثلا. أغلى ساعة الحين عندي 180 دينار. أغلى ساعة. إذا بسوي معا ساعة. اضرب وضرب عشرة. في اختلف السوق. اختلف الطريقة. أي صح. أنا ممكن أقول لأ. والله عندك الدعو. سوي شيء مثلا ميكانيكيل. بس حق الدعو مثلا. مثلا. أنا تقرأ سوي تسوي شيء موصول. يعني. يعني. لذكرت البداع وشكين قيتهون. أنه يكون في في لين يعني. تكون الشغف فيه. اللي أنت تاخذ راحتك فيه. وحتى لما تبيع إلا ثلاث قطع. صح. ثنتين بروتو تايب واحد يبيعوها. أنه يكون الفكر أن أنا أطور به الناحية هذه. بالعكس. حتى يعني. حتى نحن ترى. على موضوع بنتج وعلى هذا. دولنا ما أد يعني. يعني. حتى على موضوع ضاري. كنا قاعد نسولف. لا يبيعو لك أنا واتش ميكر كويتي. يسوي لك من الصفر. يسوي لك كيس. بوليش وايد زين. يبيعو لك موفمنت. مستحيل يقدر يسوي بالكويت. يبيعو لك موفمنت. باس. مثل ما هم كان كيس هنا يعني. فلب دفور بلش من. صح. وسلم تلك كويتي. يضبطها موديفكيشن. يضبط. يغير. يغير. يغير شوية. يضيف عليها ماجهول حكي. كويتي ما رح تدفع أكثر من. الفيندي. ما رح تدفع الف دينار على واحد كويتي. صح. هذا اللي كنت اقول انا. ابي سعر. اساس ما توصل حك سعر. اللي يفتح مقارنات مع براندات ثانية. يغطيك بدائل. شون البديل. انا بدفع الف. شون عندي. براند كويتي ولا رح براند سويسري. بس عادي. لا ولا رح براند سويسري. ماذا الكويتيين بها السالفة. يعني. انت اكيد نكمري. ماذا يحبون تشيطرون. كويتيين. نعم شطاء رحنا. حتى لو مو شاطر حاول يسوي نفسا انه شاطر. فانا محافظ على البيز. كستمر اللي عندي. هو. اهم ما تقدر. مو ما تقدر تلومه. ترى مو بلسم الساعات. حتى ما تطلع هندش مثلا. عادي سريع مجال السيارات. انه سج. امييك. سيارة صينية تلقى مبدأ. مسوي روز رويز. بضبط بسعر. ما تقبلها بسعر. خمسة ثلاثين الف ما تدفع. مع انه بالضبط يعني. مسوي لك بس يقول كان لا. ممكن بعد كم سنة. بس ان بداية شذي لا. او لا بتدفع مثلا خمسة عشر. لا والله اخلي سيارة مثلا ألمانية. او الا انجليزي وخلاص. مع انه هداك مصفات وكل شي ساوليك فيها. شوي شوي. ما هذا يعني يبين لنا وقت. يبين لنا وقت. ونقطتك وايد صحيحة بموضوع المقارنات. ايه. يعني انه ترى يبطال مثلا تام كيبر. حتى انه ما نشوف الاكسبورت ملوت او صادرات سويسرا كلها بالساعات. المد رينج وايد صعب. لانه يصير وايد اوبشنز. يعني انا مثلا. احنا من الكويت اخذ بي. لما لا تشتري الف ونص. يصير عندي وايد خيارات. من اهم شركات. في كارتين مثلا. ديش حط البجيت الف ونص ودش الصالحية. تمشي في ايه. وايد. وايد شغلات. بس الاربعة خمسة يصير شوي اسهل. انه تبعي ساعة اربعة خمسة. لان انت كل ما صاعيك من مبلغ قل الابشنز. قل الابشنز. نفس اذكر مرة جاسم الزراعي شرحها يقول ليش ساعة الغالع عليها اقل. مثلا انت الف عندك وايد. عشر تروح مثلا قل عندي بجيت خمسين الف. ابي اصر خمسين الف على ساعة. عندك عشر اشخاص رح يصرفون خمسين الف. بس. وعدد ساعات هم قليل. بس سعر هذا الرينج خمسين الف. فهي صار علاقة طردية. على طريق. ال 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 ال. هادي صراحة قاعدة. كنت. يعني لما لاحظك ولا اصوله اياك انا فيه شغل ما صلت. نهائيا. منذكر من اتابعك. تحتشق انا اخر خمس سنين يعني تشوف. لان احنا نتذكر متابعينك الزمن متابعينك. شخصي. اي شخصي. ما عندك ما لاحظ عندك اي فكر استثماري بساعة. لا انا ضد انه ساعة استثمار. ومرة ساعة مستثمار. ساعة اكسيسيري. حتى لو عشر خمسة عشر في دينار كويتي. ما ما فيها استثمار ساعة. ايه ساعة كأوبجيكت مستثمار. ممكن تشتريها وتبيعها. بس ايه ساعة الهدف مالها اكسيسيري. استثمار في شغلات حق استثمار. بس ساعة مستثمار. تقدر تطلع منها فلوس. بس هم ما تعدم استثمار. حتى لو لونج تر ما كفاعدة. انت الساعة لازم تاخذها الهدف الساعة عشان تستمتع فيها. تاخذ استثمار قلت لك ممكن تبيعها وتربح فيها وتفيد وتربح وتدور فلوسك. بس نفس الشي ما تنظر لها ولا تصنفها كاستثمار. يعني تصنيفك كاستثمار ما تقدر تصنفها كاستثمار. لان الحنق انا لاحظ مع حدوء السوق. يطلعون اللي كان يشوفونها هم استثمار. يصير موضوعه كان اشتريها لما احبها ولا اشتريها لان صار عندي اوبشن انا اشتريها ولا اشتريها كاستثمار ولا اشتريها اني ألبسها. يعني المسبل اللي صار هذا غربلة عشان يفلتر خلاص اللي كان يشترون عشان يبيعون طخوا لان ما كوا مردود من الساعة. طلعوا الناس اللي الليل حين حابين الساعات. وخلال الغربلة هذي في ناس كانت تحب الساعات اطلعت لان ازهقت شافت السوق خلاص بترب. في ناس ازهقت خلاص ملت. طلعت. في ناس اللي حين صاملين او انه طقوا بريك. فما يهم الملل في يوم مرة شوية ارجعت لأوضاعي طبيعية ممكن يشتري. على زين على ممكن اخر سؤال. الا ذا علي عندك سؤال. اللي صاروا اخر ثلاثة سنين غير النفلتر وانفستمنت ما شون طلعوا براندات يدت. صح. يعني انت ما شاء الله احنا سولفنا على الاقل صار لك على الاقل عشر سنين تحب الساعات. يعني تتابع بنا رايشن يسوون. صح. وقتها شنو كانت الهبة. تو دور كانت وقتها هبة شوية. شنو براندات طلعت يعني من اليدد اعجبوك سواء كانوا اندبندنت او من. خذها اندبندنت او المايكرو براندس. والله وايد براندات حلوة. ما يحب. لديك ديترج صح. ديترج. اي 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 اي. هاي من البراندات الحلوة اللي اختفت. اي 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 اخذيتها من لندن. وايد حلوة. صح. وليحن اطالحها وايد حلوة. يعني مع الويفت هم. هشوف عالوة بس. محال الله اقتفت. سبحان الله. لحد اندها اكيد مرت على حقبة السبن فرايدي صح. من الساعات اللي يعني اذكا حتي يوم كنت اخي المودال اللي ابي. عليها خشب. الكيس مالها ما كانت موجودة بالكويت. شاريتها هم من لندن. من برايفت سلر يعني ليل في الدق. بل او بش غدا يتمني. كانت حزت سبن فرايدي حتى بالكويت. تكلم من الراعي الشركة مثلا يقولون انها مو موجودة من دي سوقها صغير حلوة والحين ترقى يبدعون يعني تعودنا على شكل من سبب الفرائدي حينذا اطلعوا غير المألوف منهم سبحان الله انا احب اسولف مع اللي شايفين يعني اي براندات شي كان تب ان خلاص يختفون اعتقد الاختفاء مو اختفاء سبب الزحمة زحمة السوشال ميديا انا وايد يعني السوشال ميديا كثيرا افادتني كزمن ضررتني كمثلا كولكتور او احب الساعات صار زحمة قلما تشوف براندات وايد اوكي انت طالح لك ناحية ايجابية قاعد ثقف نفسك بس صارت زحمة قاعد يدشون ناس عليك بالسوق نفسهم هذول اللي يشوفون استثمار وصارت لخبطة بس مع الوقت السوق يعدل نفسه بنفسه هذا اللي صير اللي صير يصير انا قا شوفنا السوق يعدل نفسه بنفسه تذكر او يطرب بارك ابراند تطلع بعد بالزحمة ابراند تطلع بالزحمة اتكلم بالخليج اعتقد ان الانتبندنت خذوا حاصلهم بالخليج مدون اسم معين بس الانتبندنت يو دشوا استغلوا الفرصة هذي وخذوا حاصلهم بنوبيز قوي اللي نحن عندنا بالخليج تحب موزر قبل تصالف يعني موزر ما زلت احب موزر اليوم قا نصالف عنها ان موزر بنوكيلها غادة تذكر اراد قتلي كان موجود عندهم دصدار مال الكويت اللي علي كلمة كويت صح مكتوب كويت بخط موزر موزر حلوة موزر حلوة موزر موزر حم قبل الله يصير الاندبندنت دي موزر من عوائل الجرال الجنة حلوة اتكر غادة كنت ادش اتشوف مالك مكة اللي بالاخبر يعني من دون بالغة توقع السنتين اتشوفها موجودة معروضة وايد حلوة بس حي كانت ما اقدر اخذها كانت تعتبر وايد غالية وايد غالية صح انت من حقبة بعد غادة يمكن في وايد ناس ما يعرفون غادة اي فكان يعني كنت استمتع كان قبل من الساعات اللي احبها ولها معزة بقلبي الاوميغا السي ماستر عندي السي ماستر اللي فيها ادادات حق الغوص كنت تقريبا كل ويكند ودعمي يعني يذكر ان شاء الله يتشوف الحلقة كنا تقريبا كل ويكند اروح ليلة غالري تشوفها ليلة غالري اوميغا هذا ما نعرف هذا ويد البتيكة اروح مطالح بالفترينة كانت في منستيل وفي تيتينيوم سباحا خذيت اول راتب راتبين خذيت على طور من الساعات اللي احب وليل حين اشوفها جميلة شفت الموقف هذا هذا كنت تسألها انا مو كبير ولا بزنزام بساعة بس هذا فقدناه على مساعة يعني الحمد لله اروح معارض بس يعني ما هندش صالحية ما تشوف شي ما قدر شوف شي ما بياشتري بدل شباتيك ماك وليش انزل بشوف ما بياشتري مفوض صراحة برنداتنا شركاتنا وقال لازم يكون عنده على الأقل سامبل يعني انت رحت شفت الساعة مرة مرتين كنت فكر اليوم سبحان الله اليوم سبحان الله يوم نفس السالفة كان بدبي وكان يبي اي دي بي سي سألهم جمعة موجودة قول دقوا علي على طول ساعة لقل حط لي ها دي سبلي خاني اعاينها اما احجز شي وانطر عليه مثلا سنتين عقب ما يوصل لشوه بالواقع ما يناسب لي الفكرة ان انا مفروض اذا باشتري شي اشتري عن حب وتجربة وفكر مو ان والله يعني حتى نصج مثلا اي دي بلي سي المرسيدس علونه عنها في ناس يتحب الوكيل قالوا ساعة موجودة تعال اشترها لا والله بس باشترها انت ما تروح تستحي شوية انا ما باشتري ها فانش انا بس باشترها يعني بصير هذا الان برا ترى الحمدلله او دبي لان الهب مراء تحصل ساعات بس مو لباعي يقول لك مثلا انا رأي معك اوكي انا اذا ما شراها اليوم كن باشتري اذا ما شراها راح يسول حق احسان يشتري ها ورد يقول لحنا زوج الكويت صغير لدرجة صغير الساعة اللي انا صورتها وقال لولي بروتوتايم خذاها واحد عرف الحمد هو يسمع الحلقة ويشوف ها يدري فالكويت صغيرة فغلطة صغيرة انت هدمت الوكيل اللي مالذن وسمعة الشركة لهم لا قبل شو اونسي ذكرك انت اشغ هذا شوف افي جهون موزر اي في ساعات قبل السوشيال ميديا شوف ها بالجريدة بعدين تروح تشوف عرض الواقع كان لها متعة المتعة موجودة وسخفت لن خلاص بط انستجرام تشوف كل شي كي شي موجود كي شي متاح ميزة وعيد صح الله الله اعافيك ان شاء الله ما قل سترد ساعات مميزة ما اختم يعني انا ما اختم الهال عادي قلت غشور بالعكس اونس صح امنية امنية شون قصة الساعة شون بلاشت شون كان كيف تروا كيف تروا تفعل الناس طبعا امنية اصحابة تربط علاقة صداقة فيهم من 2015 قبل حتى لا سوي البراند فكانت الفكرة ان نسوي شي نستخدم فيه مواد تم عادة تدويرها وتكون مواد من الكويت فاستخدنا البلاستيك من الكويت والاستراب من الطواري الشباك الصيد اللي يسمونها هم مع تدويرها بالتعاون مع مصمم هولندي فكان عادي قطم مثلت زمن ومنية ومصم من هولندي عمر منية طلعنا بهال منتج فالمنتج كله ما عنده طبعا المون منتج 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 مصنع طبعا الكيس سوينا بمصنع المتج من الكويت الاستراب صممنا بهولندا فشي من أوروبا شي من آسيا شي من الكويت فالساعة مو قيمتها هي بسيط سالها بسيط بس القيمة اللي قاعد تقدمها والتاركت المستهدفين هم الصغار نثقف مع جماعة ترى تدوير مفيد للبيئة للإستدامة يعني تبني ثقافة يديدة عن طريق الساعة نفس ما كنت بعيد الوطني أقدم معلومة عن الكويت عن طريق ساعة إذا أنت ما تريد تقرأ من تلبس الساعة ممكن تستشف المعلومات اللي موجودة بالعكس وائد حبوه ونزلت معرض معرض يعني يعني قاعدة تدوير فكان وائد لها قبول يعني كانت فرصة يعني نزلت بالوقت المناسب لحما موجودة موجودة ها عادة عندك شي واذا تضيفه لا 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 بالعكس لأن أنا بالي فضة فإذا تريد تقول لي شي قل لي حاضر فهد حيو فهد مشكور وائد عبوكتك انتو مشكور ما قصرت وإن شاء الله نشوف زمن بسويسرا مرة الياية إن شاء الله إن شاء الله اليوم قاعد ضغط علي سنة الياية نقول إن شاء الله إن شاء الله حبيبي ما قصرت نشك إن شاء الله